كلهم يدغطوا على الحتة اعلامية وعند نادي الزمالك والناس يحسين اللبيب والناس اللي معاه يلاعبوها حلو وخبالك دجيم هايل اعمل تمام مفيش مشكلة بافع عن حقك واستخدم قلياتك في اي قراءة انت عايزه وتوجه زمان انت عايز دبراحتك لكن برضو احنا فضرنا ان احنا نوبح ونوجه برضو كالدفاع لنادي الاهل انت بتجي دلوقتي كل الناس عايزة يحصل ضغط لان الادارة او المسئولين في النادي الاهلي كجهاز فني وكقدارة وطبعا شركة الكورة والجهاز الفني في النادي الاهلي وورقاس النادي الاهلي كمحمود الخطيب والناس اللي معاه تمام قالك اي حاجة كولر عايزها ادام في المتنوى اللي هنجيبها يعني ايه يعني ساعتها لما جه فتوح مضى رغبة تمام مضى رغبة للاهلي فاعت خلافه مع مرتنى منصور جي قالوله يا ابن الحلال خلص نفسك ان احنا مش هينفع نخش مع الزمالك فاللاعب بيخلص نفسه اقلوا يشدعوا تمام بعد ما يخلص نفسه انا بابقى جيبه فايزا النادي الاهلي مش هيخش في فتوح رسمي غير بعد انتهاء العقود بعد انتهاء العقود افت بفرد يا عم بلال فتوح جه واطرابة في الزمالك واجد براحته يا عم خلاص مفيش مشكلة هو حر بس الاهلي مش هيخش الدخلة دي وزي المتحدث الرسمي باسم النادي الزمالك طلع وزج باسم النادي الاهلي كده بلطفة شوية هسميها لطفة تمام وخب بالك انا ما مدمش في الراجل هو كله لعب سياسي سياسي مقبول جيب مقبول لحفاظ على حقوقك دي براحتك ان هو يطلع يقول احنا عرضين فتوح للبيع والنادي الاهلي لو عايز يتقدم بعرض واحنا نعمل تصويت داخل الادارة ولو توافق او التصويت ده جيب الاجماع نبيع وعادل للاهلي مفيش مشكلة لا الاهلي مش هيخش اللعبة دي الاهلي مش هيخش اللعبة دي او السيد احمد سالم المتحدث الرسمي باسم النادي الزمالك طلع فعلا مسئول من النادي الاهلي مسئول موصوق يعني ومصدر كبير يعني اصرب كلمة هو كمان قال لهم ان اي حد كولر عايزه هنجيبه او هنفوضه اي حد كولر عايزه احنا هنفوضه بس بعد انتهاء العقود بعد انتهاء العقود وهنا كان قصده على اللي بيحصل في الزمالك يراك فيه قال له لا دي امور داخلية مفيش مشكلة لكن انا بقى انا جايب اقولك انت بتقول للاهلي عايزه هجيبه هجيبه بس بعد انتهاء العقود مش هجيبه منك فمتخشش اللعبة دي تمام؟ فاذا الضغط الاعلامي دلوقت او الاليات الاعلامية النادي الزمالك بتتجه ان هي تضغط على جمهور الاهلي لو الكتلة الكبيرة انها تكره اللاعب فيه تمام؟ عشان الجمهور يضغط على الادارة على الادارة انها ما تدخلش اللاعب او ما تجيبوش او ما تخش معاف في ديله وتجيبوه للنادي الاهلي فالضغطة اللي بيعملوها الدغطة الاعلامية دي على جمهور الاهلي انا طلع حذرك منها وعند يقين ان جمهور الاهلي واعي وفاهم النقطة دي بس يعني فذك فانت بلاش تنجارف ورا النقطة دي ورا النقطة ان اللاعب لقى وعمل وسوى واخلاقيا سيب المسألة دي للادارة سيبها للادارة وبتعرف تتحكم كويس كلنا شفنا كهرباء ايه قبل الاهلي وقربة ايه بعد الاهلي وايضا امام اللي قالك ده مستهتر وبيعمل وطلعه في القطة الفاتصة بعد ما مش من الاهلي مع ان لما كان في الزمالك كان بتشالفه قراص وبتقال عليه قصائد شعر قالوا ايه بعدها قالوا كذا وكذا وكذا فاذا النقطة دي هي نقطة اعلامية من ادوات اعلام الزمالك عشان يضغطوا على جمهور النادي الاهلي ويكرهوا اللقب فيه بالتالي جمهور النادي الاهلي يضغط على الابارة بالتالي الصفقة تفشي وهم يرجع مين بقى تاني يرجع لهم ابنهم في حضنهم وبص محدش عايزك زد انسحب وطلع سيف ظاهر بتصريح المسؤول عن نادي زد بتصريح ان لقا زد مش يخش الدخلة ديت وزد لقا ومش عارف ايو 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 من سحب فمن اللي موجود في الصورة بيرامدز تمام والاهل طبعا انا عارفين بيرامدز بيخش في اي لاعب الاهلي عايزه يعني الاهلي بيشور على لاعب يقوم داخله وكمان يفتح الصبح الاخبار الاهلي يفاوض خش هاته يا ابن الاهلي بيفاوض مش عارف مين سوزة لما كان حتى الاهلي بيفاوضه ام داخل اي حد الاهلي بيفاوضه بيرش هو عايز الاهلي بيجيبه خلاص مش مشكلة فانا عارفينه فاللي بيعكم الموضوع ايه هو رغبة اللاحب ايه انا ما بخش في مزايدات عايز دي اه عايزة تعالا ايه عندي واحد اتنين تلاتة هتخش وسط الموضوع هتاخد فئة كذا الموضوع كذا الاجمالي كذا لوقش حلو فاللاعب بيبص ان انا اه ممكن يكون المرتب الاساسي ذا ما هنسميه يعني ع كاميرا موظفين الاساسي بتاعي ممكن يكون اقل شوية من اي نادي اخر بس الاجمالي في الاخر الحوافز والبدلات والذي منه والمكافئات والفوز والبطولات والحاجات دي اللي حبشتكنات دي لا الاجمال بتاعها كبير خلاف الصيد خلاف اعلانات خلاف 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 حب الجمهور خلاف حاجات كتيرة قوي غير الفلوس بيجيب لك فلوس يعني حب الجمهور دي بيجيب لك فلوس ما انت لو الجمهور حبك حضرتك هتطلع في اعلانات وهتطلع في برامج وهتيجي وهيبقى عليك الطلب طبيعي هتكسب فلوس رمضان صبحي قبل النادي الاهلي قبل ما يمشي بالنادي الاهلي تقريبا بحوالي عشرين يوم او شهر بالكتير كان عامل حوار مع ابراهيم فاي في اونسبورد كان واخد تقريبا بتاع 300-400 الف جنيه في ربع ساحة اعادها معاه بعدها بعدها حد عايز يجيب رمضان طبح في البتاع ده في استيديو ولا في اعلان ولا في اي حاجة نجمه الطفا ليه خلاص الداعم اللي كان معاك الجمهور خلاص فانت تعتمد على المبلغ الاساسي بس اللي جايلك واعتمد عليه لكن ما تخليش حد زي ما بقولك ان هو يخلش عليك في الحتة دي ويجيب لك بقى امام واللي عمله امام وانت رايح لفتوح ده فتوح ده مش عارف ايه ومدرك ايه ووحش ونوتي وبيعاند الادارة وبيخرج بالمعسكرات وبيتلوي لأ سفت من الاهلي غير وانحنا عارفين ده كله سفت من الاهلي غير وما فيش حد هيطلع في ادارة الادارة الاهلي يهينه زي ما هو اتهان في هناك فبلاشي عم كابت الرضا عبد العال الكلام اللي انا بتقول ده لان انت اول واحد عملت ضد اللي انت بتقوله دلوقتي تماما فما ينفعش فقط الشيء لا يعطيه اكيد يقال بقى ان احد يعني الناس مقربة من ادارة الادارة الادارة الاهلي بعتت فيديوهات كده لحمد فتوح للكابتن محمود الخطيب وادارة الادارة 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 فيديوهات دي فها ايه فيديوهات صهر ومش عارف ايه وخرجات وحاجات من هذا القبيل ليه هي نفس سك نفس سك هم كل استخداماتهم انه هم يكرهوا جمهور الاهلي وقدرت الاهلي في اللاعب وينفروا منه بشكل كبير عشان خاطر يخرج من الصفقة لان لو خرج النادي الاهلي من الصفقة تقل فتوح مع الزمالك والتفاوت بتاعه هيقل بطير فابنك بقى جيز حدي بص يابي محدش عايزك زد مش عايزك الاهلي مش عايزك وجمهوره بيزوم عليك وهتروح تلاقي المشاكل ومش عارف ايه تعال يا ابن انت ابننا يا حبيبي خد القرشين دول ويلا نتره ده وده اللي بيحصل خل بالك دلوقت ده اللي بيحصل حاليا فهي لعبة الاعلام والضغط بالجمهور فحديث المشجع الجميل والاهلاوي خل بالك من النقطة دي يطلع حذرك منها بداش تنجرف ورا الموضوع ده وحتة الاخلاقيات والكلام ده كله سيبك انت يعني انت احنا مش ملايك ببقاش في ملايكة خلاص الزمن ده ولا ولا وانتهى انا احكم لما يكون معايا لما يكون معايا شوف كهرباء قبل وكهرباء بعد شوف عمام كان فين وبقى ايه كاخلاقيات وسلوك والكلام ده كله لا بتكون غير لان انت لما بتلاقي حد بيحترمك وبيقدرك انت غصبا عملك يكشي كون انت ايه بتحترمه وبتقدره وبتكسف وانما تخش منظومة كون لها كويسة وكون لها صالحة انت غصبا عمك ولو كنت فاست هتصلح مع الوقت لا محالة فالنقطة دي بلاش لان السكريبت ده متوزع وشايفه كتير قوي على قناة تن مع البريمو ورد عبد العالو وطلع واسلام اسمه ده صادق والناس دي نفس اللحن على قناة قون برضو مع براين فاي والكلام ده كله انه تلع نفس اللحن مع ان براين فاي بيقولها بس بالمضغط بالمضغط الكابتن حسن المستكاوي اللي بحبه جدا وبيحترمه برضو نفس القصة قال نفس الجملة انه ازاي الاهلي يفكر يتعاقد مع لاعب بالسلوكيات دي يجد عنه ليه لما كل الناس جت مع الزمالك ضد الله انا معاك وخبالك انا اقوله اتلعط وطلعك انه القرار كويس جدا بس انت كاعلام لا ينفعش تتباحه لازم ان بتطلع تتكلم تكون مصطرة بتقول الرأي والرأي بتقول اللعب عمل ده عشان ده واللعب كان معمول فيه كذا وكذا فرد فعله كذا احنا مش معاك في رد الفعل بس اسباب الفعل ايه محدش بيقولها محدش بيقول اسباب اللي عمله فاتتوح خالص كله بيقولك الزمالك طوب الزمالك قدرت الزمالك ومتقول له عشرة يا عم تبو اللاعب اللاعب مالوش ضهر يتليتش ولكن هنا مش ببررك اللي عمله تماما ولكن لازما تبص للصورة كاملة ده اللي بقولك عليه